عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع مسؤولي شركة سكاديكا نرويجية لاستعراض مقترحات للشركة لتنفيذ مشروعا للربطة الكهربائية مع القارة الأوروبية بقدرة نحو ثلاثة جيجا واط من الطاقة المتقددة مدعوم من الحكومة النرويجية وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهايدروجين والأمونيا الخضراء على المضي قدما في مشروعاتهم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما تمت إحاطة رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل اتفاقية تطوير المشترك لمشروع الأمونيا الخضراء الذي سوف تقوم مسكاديك بتوقعه مع الشركة المصرية القابدة للبترو كيمويات وشركة مصر لإنتاج الأسمي داموكو وفي ختام الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الإسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع مع كل من وزيري الكهرباء والمالية ومسؤول صندوق مصر السيادية حيث سيسلط الاجتماع الضوء بشكل أساسي على حزمة حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر